كمان هلأ سلمة لفقرتنا الأخيرة بصباحنا لليوم فمع محطتنا الصباحية طبعا الأخيرة يلي رح توقف فيه عند الملتقى الأول لليافعين السوريين الذي يقام على أرنضي الفروسية في الدماث وتحت الشعار وطني هوية وانتماء تفاصيل أكثر عن الملتقى أكيد بيصرنا نرحب معنا لليوم بمدير الملتقى الأستاذ نيزار بارد يارد يسعد صباحك أستاذ أهل وسهلا فيه يسعد صباحك أهلا وسهلا فيكم وشكرا للكم على الإصدافة الحلوة أهلا سهلا لك أستاذ نيزار خلينا نتعرف من حضرتك على الملتقى الأول لليافعين بداية لابد من تحية لأرواح شهدائنا الأبرار طلاق انتصاراتنا وتحية لرجال الجيش السوري البطل هل يمكن لو لاهم ما كنا عم نعمل هالملتقى هلأ ما كنا مع هالشباب اليافعين بكل بساطة هو ملتقى لليافعين هل ينعني عمر المراهقة الوسطى تقريبا بسبب أنه نحن شفنا يعني من خلال التجربة هل يشفناها من خلال تجربة البلد أنه رأينا هذا العمر هل يبدو اهتمام وبدنا نقدر نستنبت منهم كل أفكارهم كل تطلعاتهم لنقدر نبني جيل حقيقي للسوريا بالمستقبل لأنه هنه بمرحلة الطفولة بيكونوا بحالة نوع من الأنانية خلينا نقل حب الزات المتملك هل يبدو ينتقل من خلاله للمرحلة المثالية بعدين تتوسع تطلعاته بصير بيبحث عن ذاته بيبحث عن هويته ما هي؟ هذا بالنسبة لهذا العمر فلقينا هو من الضرورة هون قبل ما يفوتوا بمرحلة المضج هل يبتكون متكونة عندهم شخصيتهم متكونة عندهم أفكارهم هل يبدو يوصلوها وبالنهاية ما منعود منقدر نعمل أي تغيير أو تغيير كبير بدو يكون كتير بسيط للمستقبل فهذا العمر هل يرتقينا أنه نشتغل معهم بشكل إيجابي وأفعال وناخد منهم هالأفكار وناخد منهم ونفسح مجالة يكون في عندهم مساحات حرة ليعبروا عن زواتهم يعبروا عن مفاهيمهم وخاصة بما يخص هويتهم الزاتية وهويتهم الوطنية نعم يعني أستاذ نزر مثل ما تفضلت وحكيت نحكي عن مرحلة حساسة وبقمة الحساسية إذا نقول هي مرحلة اليافعين هي فعلا إعداد حقيقي للمستقبل وتكوين الشخصية فكتير حلو أنه يكون في وعي لأهمية هذه المرحلة من خلالكم ومن خلال مبادرات أخرى لكن خلينا نحكي عن البرامج دي كانت مدروسة شو قدمتوا لهدول الشباب شو هي الخطوات الأساسية اللي درستوها قبل ما تطعاتوا معهم تمام هل قبل كل شي نحنا بنقدم لهم نحن 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 نقدر نعملوا أنه عم نفسح لهم مجال لهنين يقدموا يعبروا عن زواتهم يطلعوا مكنوناتهم ويختشفوا ميزاتهم ليقدروا يفعلوها ويكتشفوا أنه كل واحد منهم من حقه يكون فخور بذاته من خلال ميزاته وقدراته وأمكاناته ليبني هويته الشخصية ليقدر يفوت بالارتباط مع الأرض بعدين ولذلك نحن من هون ارتقينا أنه نعمل الملتقى بخيم بمخيم لنكون ملتصقين بالأرض بالتراب نعود على الطراب نعود على الأرض ما في عنا طاولات وكراسي فعام نعود نشتغل على الأرض ونعمل حوارات ونعمل اليوم عمليا نحن نبارح فتتحنا اليوم هلأ بدي تبلش هلأ شغارين الشباب نتمنى تزورونا كمان تشوفوهم تعرفوا عليهم فالفكرة هي أول شي بده يعرف الفتاة مين هو من أنا بده يسأل سؤال مين أنا شو عندي حاول يكتشف ذاته بعدين معرفقاته طيب مين نحن صرنا كتار بدنا نكبر بدنا نشكل المجتمع هذا المجتمع بده يفعل عنده ميزات صحيح طيب كبرنا نحن نحن بحاجة لنقدر نشتغل بدي مكان يشتغل في اليوم إذا بقلك أنا عندي شغلة إفلانية عندي حفلة عندي مناسبة عندي لقاء أول كلمة بتسأليني أول سؤال وين فبدنا أرض بدنا وطن فبدنا نشوف هون ارتباطنا كمجتمع كجماعة بدي يكون ضمن على أرض اللي هي نحن بالنسبة لنا كسوريين هي سوريا فمن هون بيتشكل الوطن من خلال استيطان المواطن على الأرض يصبح وطن بصير هذا الارتباط وهذا الالتساق لا يعرف قيمة نفسه يعرف إمكاناته يعرف حدود إمكاناته بصير مسرور أنه عم يعبر عن ذاته وعن قيمه وبالتالي بيخلع عنده شعور إيجابي نتيجة هذا الشيء لأنه نحاول نوجده هذا الشعور من سميل انتماء نعم فمن هون نحن كان الموضوع أنه كيف نربط هدول الفتية والشباب والفتيات من خلال هويتهم الزاتية اللي ينتقلوا لهوية وطنية من خلال ارتباطهم بالأرض السورية وبالوطن السوري نعم يعني أساس نزار المعروف أنه المخيمات أو الملتقيات بالعمومة هي قادرة على زرع القيم النبيلة عند الشباب هي مو مجرد فسحة من الوقت أو تنضية وقت أو نشاطات صيفية لهيك يمكن رح تحاولوا توصلوا لأكبر عدد ممكن من اليافعين هل في من المحافظات مشاركين وشو هي؟ تمام هلأ أنت تقريبا فتي هيك المكان اللي الأساسي قبل كل شي بس بدي نحنا ما رح نزرع قيم نحنا بدي نطلع القيم موجودة جواته لأنه كل واحد فينا في عنده قيم حقيقية نحنا دورنا كيف نخلي يطلع هاي القيم وهي القدرات ويعرف أنه هو يستحق أن يكون سور يستحق أن يكون فخور بزاد هاي شغلة شغلة تانية نحنا بالنسبة لألنا بدنا ننطلع من مبادرات داخلية ضمن الملتقى ومبادرات مجتمعية ضمن محافظات وبالتالي ضروري يكون عنا معنا تتمثيل من كل المحافظات لما يطلعوا من عنا أنه بننفوت جزء من البرنامج ومرتبط بالتخطيط وإقامة المبادرات فبدو يرجع للمتجمع اللي بيجي من كل المحافظات نحنا عنا كن من كل المحافظات السورية تقريبا دون استثناء يعني حتى بالمحافظات اللي نحنا منعتبرها بيعتبروها خارج السيطرة أو إلى آخرين في شباب قدر تتجي وفي شباب قدر تتواصل معنا ولو بعدد قليل بس لحتى نقول نحنا سوريا كلها سوريا ما في سوريا جزء سوريا كلها من هون من هون نحنا كان جمالية هذا العمل أنه اليوم بتشوفيهم كلهم موجودين عنا من درعة من السويدة من حمص من الرقم من دير الزور من كل طرطوس لاتية حلب إدليب حتى بدون يطلعوا بيبادرات مجتمعية تتنفس بمناطقهم وبالملتقى التاني إن شاء الله بدنا نعمل المتابعة طبعا خلال العام لنشوف شو النتائجة اللي يحصلوا عليها وشو يشتغلوا عليها ممكن تكون ولو كانت صغيرة لصغير بده يكبر دائما كل شيء بلش صغير ببزرة صغيرة بعدين بطلع نبتة كبيرة أكيد يعني ما في أحلام من هي المفاهيم اللي عم نحاول فعلا نكبرها وننميها بنفس شبابنا ونحاول دائما نحن نهتم فيها رغم كل الظروف ورغم كل هي الحرب اللي عم تستهدف البشر قبل أي شيء تاني حتينا نشكر وجودك معنا لليوم نشكر كل الجهود المبزولة أكيد كبيرة الأخبارية السورية سلمة طبعا رح تواقبكم بأبرز التطورات وإن شاء الله بنستقبلك بحلقات جاية شكرا للكم بس هون سمحيلي بدي وجه شكر كتير كبير للكبار هل يعطونا الإشارة لنبلش وشكر خاص كمان للدكتور سعى للدكتور أيما سعى عمار ساعاتي هل لي كمان كان اهتمامه كتير كبير عضو القيادة القطرية رئيس مكتب الشباب ورئيس المكتب الوطني الاتحاد طلبة وشكر للمدام دارين ستيمان كمان لابد لأنه كانت الجندي المجهولة عم تشتغل بشكل كتير كبير معنا وشكر لكل من يساهم معنا جمعية سورية للتوسيق اللي قدمونا الخيام ولكل الأشخاص اللي يساهموا معنا وشكرا للكم بالنهاية شكرا لك ساذ نزار يارد المسؤول عن الملطقة اليافعين الأول نتمنى لكم التوفيق ومثل ما قلنا ومواكبينكم بالمنطقة شكرا لوجود شكرا للكم